ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن القوات العسكرية الأمريكية لن تنسحب من العراق بل سيشهد وجودها تغييرا تدريجيا عبر مرحلتين ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة بايدن إلى أن شراكة الأمنية مع بغداد تمثل تطورا في مهمة القوات الأمريكية وأن البلدين يسيرا نحو شراكة أمنية طويلة الأمد ومثمرة وأن مناقشات تقليص عدد القوات ما زالت جرية مع بغداد بينما أشارت المتحدثة باسم البنتاجون وأكد مسؤول في البنتاجون نقلا عن الصحيفة أن حق الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء سيبقى محفوظا بمجاب الاتفاقية مع بغداد